اشتركوا في القناة صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه ليسرنا أن نعبر لسموكم عن خالص تهنين بالنجاح الباهر الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة جائزة البحرين الكبرى لبطولة العالم لسباقات الفورميلة واحد وإننا لا نود أن نشيد بالجهد الكبير الذي أولوتموه سموكم لكافة مراحل الإعداد والتنظيم لإقابة سباق هذا العام حتى خرج بهذا المظهر المشرف الذي كان مبعث سعادتنا واعتزاز وفخر جميع أبناء بلدنا العزيز فقد أصبح هذا الحدث الرياضي العالمي والكبير إنجازا جديدا ونجاحا كبيرا يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين التي يتوالى تحقيقها في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه متمنين لسموكم دوام التوفيق والسداد في كل ما تبذلونه من جهد طيب ومبارك إسهاما فيما نسعى إليه جميعا من نهضة وتقدم ونماء لبلدنا الحبيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية جوابية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقيت ببالغ السرور والاعتزاز برقية سموكم الكريمة المهنئة بنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا واحد إنما تحقق اليوم من نجاح صدافة حلبة البحرين الدولية لسباق الفورميلا واحد يضاف إلى النجاحات المتتالية التي تؤكد صرار مملكة البحرين وبسواعد أبنائها المخلصين على تحقيق التمييز وتعزيز موقع البحرين على رقعة هذه الرياضة العالمية التي أسهمت بدورها في إبراز جوانب مضيئة من الهوية الثقافية البحرينية واطصالها الثقافي الحضاري المنفتح صاحب السمو الملكي كما أود أن أشهد بهذه المناسبة بما قدمته الأجهزة الحكومية في ظل توجيهات سموكم حفظكم الله من تسهيلات ودعم وتضافر كافة الجهود التي أسهمت في إبراز هذا الحدث بصورة مشرفة وفق المواصفات العالمية ليكون إضافة أخرى تسجل لمملكة البحرين في ظل المسيرة المباركة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه سائل الله العلي القدير أن يمتع سموكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر ويسدد على طريق الخير خطاكم ويوفقنا جميعا لخدمة مملكتنا الغالية ودمتم سالمين موافقين اشتركوا في القناة